مأساة جديدة تواجه المغتربين العائدين من السعودية إلى بلدهم وكأنه لا يكفيهم إجراءات التضييق التي مارستها سلطات السعودية بداية من الغرامات ورسوم التجديد باهضة الثمن هذه المرة جاءت فجأة ودون سابق إنذار عبر إجراءات تمنع دخول سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة خاصة بالمغتربين العائدين إلى بلدهم يقول مسافرون إن منفذ الوديعة الحدودي اكتب بعشرات الأسر التي حال القرار دون خروجها إلا في حال قررت ترك سياراتها ذات الدفع الرباعي وزارة شؤون المغتربين قالت في بيان لها إن السلطات السعودية منعت خروج سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة من أراضيها باتجاه اليمن أكدت الوزارة في بيانها أنه ليس هناك أي توضيح لأسباب المنح وهي خطوة عدها مراقبون استخفاثا بالموقف الرسمي للبلاد خصوصا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية حول القرار تنديد واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي جراء استفزاز اليمنيين وإهانتهم في المعابر عبر إنزال عائلاتهم من السيارات واستمرار التضييق عليهم خصوصا عقب ترحيل عشرات آلاف المغتربين بعد فرض رسوم تعجيزية مقابل بقائهم للعمل في المملكة ليعقبه إجراء أشد قسوة وهو منعهم من حمل ممتلكاتهم إلى اليمن في إجراءات وصفت بالتعسفية مأساة إنسانية جديدة إذن تحيط باليمني وتحاصره من دولة هي الحليف الأقوى والأول للشرعية اليمنية وتخوض حربا تسيطر من خلالها على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لكنها لا تعبأ بواحدية المعركة ولا بكرامة الإنسان اليمني الذي بات يواجه حروبا ضارية على كل المستويات